من بغداد ينضم إلينا النائب في البرلمان العراقي حنين القدو عن اتلاف دولة القانون للعودة إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي والتصويت لمنع أي قرار قد يتخذه العبادي دون العودة إلى البرلمان سيد القدو هذا التصويت الجديد كيف يفهم زمنيا وهل هو ملزم قانونيا بالنسبة للعبادي بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم وأحيي قناة العربي الفضائية ومشاهدي هذا القناة يعني حقيقة قرار هذا اليوم جاء بعد اللغط الكبير حول أن هناك تفويض مطلق لدكتور حيد العبادي باتخاذ القرارات للقيام بالإصلاحات الأساسية المهمة اللي يمكن الحقيقة أن تخدم الشهر العراقي وأن تؤدي إلى تحسين أداء الحكومة العراقية المشكلة يعني في واقع الحال هذا القرار جاء ليؤكد بأن سلطات الخاصة بمجلس النواب العراقي لا يمكن تجاوزه وأيضا بأن مسل النواب العراقي لا زال يدعم الدكتور حيد العبادي فيما تلق بموضوع الإصلاحات لكن بشرط أن لا تكون هذه القرارات في الواقع يعني منافية للقوانين والتشريعات المرعية وكذلك أيضا بنود الدستورية وأيضا جاء للتأكيد أن هذا الموضوع ليس الحقيقة سحب التفويض وإنما دعم الإصلاحات لدكتور حيد العبادي لكن بدون شك يجب أن يكون هذا الدعم وفقا للدستور والقوانين المرعية الموجودة في العراق هل هو ملزم بالنسبة للعبادي؟ لا بدون شك الحقيقة دكتور حيد العبادي ملزم هذه القرارات باعتبار أن هناك استقلالية في موضوع ما بين السلطات الثلاثة سلطة الشرعية وسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ولا يمكن أن يكون هناك تداخل لكن يجب أن يكون هناك تكامل الحقيقي انسجام ما بين هذه السلطات الثلاثة سيد حنين كيف تتوقعون تفاعل الشرع العراقي الذي كان أصلا يطالب بالإصلاح مع تصويت في هذا الاتجاه علما أن العبادي كان ماضا في ملف الإصلاحات يعني بدون شك نحن مع المطالبات الخاصة بالشارع العراقي بإجراء إصلاحات جوهرية وحقيقية ونحن نعتقد نعم هناك إشكالات كبيرة فيما يتعلق من موضوع العجز في الموازنة وقرارات التقشف والتخفيض الرواتب لو لدولة رئيس الوزراء الحق في هذا الموضوع لكن إذا كان هناك قانون قصد قرار يتعلق بموضوع قانون قائم بحد ذاته فمن الأفضل للحكومة العراقية أن تذهب بمشروع قانون لإجراء تعديل على القانون من خلال المجلس النواب العراقي وليس من خلال السلطة التنفيذية هذا من نقطة أخرى نحن في واقع الحال نؤكد على ضرورة أنه متابعة ملفات الفساد بالنسبة لها مهمة جدا وأعتقد أنه حتى الشارع العراقي يطالب بموضوع الكشف عن المفسدين ومعاقبتهم ويحاسم القضاء هذه النقطة الأساسية مهمة فيما يتعلق من بضل الإصلاحات شكرا جزيلا لك من بغداد النائب حنين القضو عن ائتلاف الدولة القانون وعطرا على المقاطعة لديق الوقت